المنافسة بين الشركات لا تتوقف أبدا حيث تسعى كل شركة تجارية للتفوق على الأخرى من حيث الابتكار والميزات لذلك في هذا الفيديو سنقوم بعمل مقارنة مع أحد أفضل هاتفين وهما شامي 14 ووانابلاس 12 يعد كلا الهاتفين من الهواتف الرائدة لهذه السنة ويقدمان مجموعة من المميزات المتميزة من سيتغلب الآخر على الآخر في هذه المعركة الشريسة لذلك تابع الفيديو الأخير لما عرفت كامل التفاصيل على هذه المقارنة السلام عليكم معكم عادل من قناة دقائق تقنية مباشرة نبدأ بالتصميم هاتفي شاومي 14 ووانابلاس 12 لديهم تصميم مختلف وكل هاتف يأتي بتصميم خاص به فهاتف شاومي 14 يأتي بأبعاد 152.8 في 71.5 مع السمك 8.2 ملي متر ووزن 188 جرام لذلك فهو سهل الاستخدام والتعامل معه بيد واحدة وأما هاتف وانابلاس أكبر وأثقل قليلا من هاتف شاومي 14 حيث تبلغ أبعاده 163.3 في 75.8 مع السمك 9.2 ملي متر ويزن 220 جرام كلاء الهاتفين لديهم تصميمات مميزة صراحة حيث يتميز هاتف شاومي 14 بظهر زجاجي وإطار معدني ويتابعه أيضا هاتف وانابلاس 12 ببنية مماثلة عالية الجودة يأتي هاتف شاومي 14 مزود بمعيير الـ IP68 مما يوفر مقاومة فائقة للغبار والماء مقارنة بتصنيف الـ IP65 الخاص بهاتف وانابلاس 12 ومن ناحية الشاشة يتميز هاتف شاومي 14 بشاشة OLED مقاس 6.36 إنش بدقة Full HD Plus مع دقة عرض 1200 في 2670 بيكسل وتشتهر هذه الشاشة بألوانها النبيضة ودرجات اللون الأسود العميق مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة من ناحية أخرى يتميز هاتف وانابلاس 12 بشاشة أمولد أكبر حجما 6.82 إنش وتتميز بدقة أعلى القواد HD Plus وبدقة عرض 1440 في 3160 بيكسل لذلك فالشاشة وانابلاس تأتي بحجم أكبر وأكثر وضوحاً أيضاً كلاهما يدعمان العديد من الميزات كميزة الـ HDR تانابلاس والدولبي فيجين أيضاً كلاهما يأتيان بمعدل تحديث عالي 120 هرتز لذلك شخصياً أرى أن الشاشة وانابلاس أفضل خاصة من ناحية السطوع والدقة الأعلى أيضاً كلا الشاشتين يدعمان تقنية الأل تي بي أو وأما من ناحية الآداء كلا الهاتفين لديهم نفس المعالج سناب دراجون 8 الجيل الثالث مما يضمن آداء عالي المستوى لكلا الجهازين وسنجد طرق في تكوينات الذاكرة حيث يوفر هاتف شاومي 14 خيارات تتراوح من 8 جيجابايت إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع خيارات تخزين تتراوح من 256 جيجابايت إلى 1 تيرابل وأما هاتف وانابلاس 12 يأتي بخيار ذاكرة الوصول العشوائي الرام بحد أقصى يبلغ 24 جيجابايت يعمل كلا الهاتفين بنظام الأوندريد 14 أيضاً هاتف شاومي 14 مزود بجواجهة الهايبر أو اس المعروفة بخيارات التخصيص والميزات سهلة الاستخدام من ناحية أخرى تم تجهيز هاتف وانابلاس 12 بواجهة الأكسجين أو اس واجهة سلسة ونظيفة لذلك سيكون الاختيار بين الواجهتين أيضاً يأتي كلا الهاتفين بميزات مثل 5 جي ودعم بطاقة السيم المزدوجة ويدعمان الاسيم والشحن اللاسلك العكسي صراحة كلا الهاتفين رح يقدموا آداء عالي وتبقى التجربة الفعلية هي الحكم أيضاً عمر البطارية يعد أمر بالغ الأهمية للمستخدمين لذلك سنجد أن هاتف وانابلاس لديه بطارية بحجم كبير 5400 ملي أمبير مقارنة ببطارية شاومي 14 التي تتي بحجم أقل 4610 ملي أمبير أيضاً هاتف وانابلاس 12 يدعم الشحن السريع بقوة 100 وات على عكس هاتف شاومي لديه سرعة شحن 90 وات فقط لذلك فهاتف وانابلاس يتفوق من ناحية حجم البطارية وسرعة الشحن ومن ناحية الكاميرات يحتوي كلا الهاتفين على كاميرات ممتزة حيث يتميز هاتف شاومي 14 بإعداد كاميرا ثلاثية كلها تأتي بدقة 50 ميجابيكسل مما يوفر تنوعاً في التصوير الفوتوغرافي وأما هاتف وانابلاس 12 فيأتي بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا بدقة 64 ميجابيكسل وآخر كاميرا تأتي بدقة 48 ميجابيكسل أيضاً يحتوي كلاهم على كاميرات أمامية بدقة 32 ميجابيكسل أيضاً كلا الهاتفين يصوران الفيديو بدقة 8K وال4K والفلاشي صراحة كل الهاتفين رح يقدموا كاميرا ممتازة وهنا يجب أن تختار ما بين ألوان الهيزي بلايت التي تأتي مع هاتف وانابلاس 12 أو ألوان شركة اللايكا التي تأتي مع هاتف شاومي 14 وأخيراً نأتي للسعر فهاتف شاومي 14 يبدأ بسعر 550 دولار وهذه النسخة الصينية أي تقريباً 21 مليون وأما هاتف وانابلاس 12 يبدأ بسعر 600 دولار تقريباً 12 مليون لذلك سيكون الاختيار في التفضيلات والأولويات الفردية إذا كنت تفضل جهاز أكثر إحكاماً وخفيف الوزن مع جودة بناء قوية ومقاوم للماء فهاتف شاومي 14 يعد خياراً ممتازاً وأما إذا كنت تميل نحو شاشة أكبر وعمر بطارية فائق فقد يكون هاتف وانابلاس 12 هو الخيار الأفضل أيضاً سواء اخترت هاتف شاومي 14 أو وانابلاس 12 فستحصل على هاتف متميز ورح يقدم لك تجربة ممتازة وفي الأخير ماذا تختارون هاتف شاومي 14 أو هاتف وانابلاس 12 شاركونا في التعليقات دمتم في رعاة الله وحفظه